جماهير النادي الأهلي بتنتظر مباراة مهمة جداً مع فريق الترجي التونسي في لقاء العودة لنهاء دوري أبطال أفريقيا ترى مين الأقرب لحصد هذا اللقب؟ هل الأهلي على بعض خطوات من تحقيق البطولة الـ 12 في تاريخه؟ ولا الترجي التونسي هيسعى لتحقيق اللقب الخامس في مشواره الأفريق؟ كلام كتير عن المباراة وإزاي هيتعامل معها كولر، إيه الأوراق الفنية اللي هتقودوا وتوصلوا للفوز النهاردة؟ كل ده هنعرفوا من ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو الأستاذ محمود عبدالسميع الناقد الرياضي في إزاعة أنسبورت، صباح الخير عليك يعني في البداية النهاردة المباراة دي الناس كلها مستنيها، مباراة لازم النهاردة إن شاء الله ندي الأهلي يعني يحسم فيها كده من البداية يعني هنشوف النهاردة إيه في المباراة؟ في البداية المباراة صعبة جداً، النتيجة 0-0 كانت هناك يعني بالنسبة للأهلي ما كانتش أحسن حاجة، زيما الناس كانت متخيلة أعتقد لو الأهلي مجابش في أول تلت ساعة أو أول نصف ساعة هدف، المباراة صعبة عليه جداً 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 لأن فريق التراجي بيعرف إزاي دافئ وإزاي بيلعب على هجم المرتدة، فأعتقد إن لو الأهلي مجابش في الرابع ساعة الأولانية أو تلت ساعة الأولانية هدف، هتبقى مشكلة هم تقول لهم كمان بجنين النهاردة، صح؟ هي القصة مش بتحسب كده يا القصة هناك 0-0، فهنا الأهلي لو فاز 2-1، 3-1، القصة عادية طيب، مباراة الزهاب علي معلول بيتصاب بيوربك حسابات النادي الأهلي؟ علي معلول طبعاً النهاردة بقى مرسيل كولر هيتعامل إزاي مع هذا الأمر، وهل عنده البديل المناسب؟ هو كريم فؤاد، كريم فؤاد بيلعب باكي مين، بيلعب بيجيد اللعبة في الباكي للشمال، لكن طبعاً علي معلول لا يعوض لكن أعتقد إن كولر عمل حساب ده كويس قوي، هيقفل دفاعياً في الجابهة دي لأن علي معلول كان بيدافع وبيهاجم بشكل كويس قوي، أعتقد إن كريم فؤاد في الناحية الدفاعية أقل شوية من علي معلول وأعتقد إن هو يعمل حساب ده كويس جداً طب إيه الطريقة اللي ممكن كولر نارد يعتمد عليها عشان نفوز؟ هو أعتقد إن لابدين عن الهجوم، لابدين عن الهجوم من الديئة الأولى لحد الديئة الأخيرة في المباراة أعتقد إن زي ما قلت لحضراتك إن لو كولر اعتمد على الطريقة الهجومية من أول ماتش، لحد آخره ده هيفرق كتير جداً مع الأهل طيب، هل كولر هيضغط هيقدر يضغط ويستغل مثلاً عام الأرض والجمهور؟ بص أقول لحد ذلك على حاجة، الجمهور طبعاً هيبقى عامل كبير جداً مع الأهلي وطبعاً أستاذ القاهرة الأهلي بيعرف علعب فيه كويس جداً، ملعب واسع بيعرف الأهلي طول عمره بيعرف علعب مع أستاذ القاهرة أعتقد زي ما أقول لك إن عامل أستاذ القاهرة والجمهور هيبقى مع الأهلي إن شاء الله بشكل كبير جداً، ونتمنى الفوز للأهلي بإذن الله إن شاء الله، النهاردة بقى حرصة المرمى، يعني دايماً إحنا كل مباراة كده نقود نقول تكاهنات على حرصة المرمى، مين هيكون بيلعب؟ هل الشرناوي هيلعب النهاردة؟ هل مصطفى شبير مين؟ هو منطقياً مصطفى شبير، ماشي بشكل كويس جداً، وقدنه في الملعب النهاردة في البطولة بشكل أكتر من سبع متشوات تقريباً، فأعتقد إن لو كولر دفع عبد محمد الشناء النهاردة هتبقى مخاطرة، ففي المنطقي والطبيعي إن هو لعب مصطفى شبير يستغل حماسه ويستغل مستوى العالي في الفترة اللي فاتت، فأعتقد أن مصطفى شبير هو الأفضل يعني طيب شكل الفريق هيكون عامل إزاي النهاردة؟ الخطة اللي هيلعب بها مرسيل كولر هتكون عامل إزاي؟ هي الخطة الطبيعية بتاعت مرسيل كولر هيلبدأ بمصطفى شبير، محمد هاني، رمي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، في نص الملعب ممكن نشوف كوكا ونشوف مرون، ممكن نشوف برس تاو وردا سليم، ووسامة أبو علي وإمام عشور وغيابات النادي الأهلية تابعنا زي؟ الغيابات، أبرز الغيابات عالي معلول، لحد الوقت أصعب الغيابات على النادي الأهل، ولا تأثر على النادي الأهل بشكل عالي معلول طيب، بالنسبة لهجوم النادي الأهل، بيعتمد على وسامة أبو علي بشكل أساسي، وردا سليم، هل هيبدأ بردا سليم ولا هينزله بديل زي المعتاد؟ أعتقد أن بداية المعتاد، برس تاو ناحية النادي الأهل، وممكن حسن الشحات أو ردا سليم، القصة ليس نفسها لكن هناك حالة من التفاهم ما بين ردا سليم ووسامة أبو علي، كما يقول صنائية من الصنائيات النادي الأهل؟ بص أولك على حاجة، هو ووسامة أبو علي بيجيد اللعب مع أحد، مهاجم قوة جداً، مهاجم حسه الفني عالي جداً، بيعرف يلعب مع أحد، بيعرف هو سهل، في لعبه سهل، بيظهر بطريقة كبيرة في الملعب، مزال مهاجمين اللي بيستخبوا وراء المدافعين، بيمتاز إن هو بيلعب بدماغه، بيلعب برجله، مهاري، سريع، ممكن تتكرر من نص ملعب مع إمام عشهور، هو ذاكي وقادر أن يكون في حالة من الانسجام ما بينه وبين أي لعب، هو ذاكي وقوي وسريع في كل مقاومات اللي ممكن يبقى تسمح له أنه هو بي مهاجم النادي الأهل، طب لو تكلمنا بقى عن الترجي التونسي، هل النهاردة إحنا نبقى مرتاحين شوية وإحنا بنلعبهم ولا إحنا لازم نفوز معه؟ لا يوجد مهاجم، لكن الفريق الترجي يعني فريق قوي وكل حاجة، بس بقالنا فترة كده نقول الفريق يمكن مش أحسن حالاته، خلينا نقول، فالنهاردة متوقعين ايه من الفريق الترجي التونسي؟ هو الترجي دفعه قوي جدا، وبيعرف علب على الهجمة المرتدة، بيستغل طبعا صرعة رودريجو المهاجم الأجنبي بتاعه، فأعتقد انت لو الأهلي عرفت تسيطر على رودريجو ومسكته كويس، وعرفت تقفل على المساحات، ما تدروش مساحات كبيرة، أعتقد ده هيعطة للترجي كتير، الترجي الميزة بتاعته دفاعية، مزاي زمان الترجي كان بيعتمد زمان على الطريقة الهجومية بشكل كبير، لكن دلوقتي هو بيعتمد أكتر على دفاعه، وبالعب على الهجمة المرتدة، وبالعب على الجنبين، فالنهاردة الأهلي لو قفل ناحية اليمين وناحية الشمال، ودايق الملعب شوية عليه، في الضغط من قدام، وقفل المساحات على رودريجو والمهاجم بتاعه، أعتقد ده هيفرم على هلي كتير جدا، بس أعتقد انه مرسيل كولر خلاص بقى فاهم الفريق، يعني هو مثلا في المؤتمر الصحفي قبل مبارات الزهاب، قال ان احنا قابلنا الترجي كتير، بس مش ده الجيل اللي احنا قابلناه قبل جدا، لكن في مبارات الزهاب، بتعامل مع هزا الامر بانه يشوت من برا، مالوش حل تاني غير انه يشوت من برا؟ بص اقول لك على حاجة، الاندار الكبيرة زي الاهلي بتعتمد عاطلية لعباها هاي، يعني الفريق هو اللي بيفرد طريقة لعبه على الفريق اللي قدامه، على ما بستنيش الفريق اللي قدام يبيلعب ازاي، وأنا ألعب لا، أنا خلاص، أنا بهاجم من الأول خلاص، أنا هزبط المنطقة الدفاعية عشان ما دخلش فيها جون أو عشان هو ما يستغلش ده، لكن أنا اللي بفرد من الأول، أنا اللي بضغط، أنا اللي بخليه هو اللي يدافع، هو مش جاي ملعبي عشان أنا اللي أدافع وألعب على هجم المرتد، هالقصة معكوسة، فأعتقد شخصية الأهل وشخصية مارسل كولر وشخصية اللعيبة، هتفرد ده بشكل كبير، والأهل هو اللي هيفرد طريقة لعبه على التراجي التونسي، مش العكس، طيب، الفريقين كان مين طريقه أسهل في البطولة؟ فلأن أعتقد طريق الأهل وطريق التراجي كان بالتوازي، يعني زي ما مشين نفس المستوى، أفريقيا كلها في الفترة اللي فاتت الأندية، بدأت تستوعى فكرة أننا لازم يبقى عندي لعيب واثنين أجانب، ولازم يبقى عندي لعيبة قوية زي ما الأهل يعمل، جاب وسام أبو علي ناحية التراجي، جاب رودريجو، فالقصة أعتقد أن كان طريق الأهل وطريق التراجي للنهائي متساوي، يعني أكيد في حد قابل فرق أصعى؟ لا، 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 أنا بقول لحد ديك، هو المستوى بقى متقارب جداً في دورة أبطال أفريقيا، عكس الكونفدرالية، يعني الكونفدرالية، ممكن نكون كانت الزمالك طريقه أسهل شوية للوصول النهائي، طبعاً النهضة بوركان كان طريقه أسهل برضو للوصول النهائي، لكن دورة أبطال أفريقيا بيختلف بشكل كبير، فكانت الطريق الاتنين متساوي، طيب لو اتكلمنا عن نص الملعب في النادي الأهلي، شايف إمام عشور في المستوى؟ وبرضو عايزك تعلاق لي على أداء محمد مجد قفش خلال الفتر الأخير؟ هقول لك على حاجة، إمام عشور أفضل لعب في مصر من رجل التنظري، متساوية مع زيزو، يعني ده بيلعب في مركز، ده بيلعب في مركز، لكن لو هنقول أحسن لعب، هنقول زيزو، هنقول إمام عشور، زيزو في الزمالك، وإمام عشور في الأهل، أعتقد أنه إمام عشور بيعيش أحسن فتراته الفنية، ممكن يكون بعد ما رجع من الأصابة مطش أو اتنين، ما كانش قدي كده، لكن أعتقد النهاردة أنه هو هيفرق مع الأهلي بشكل كبير، ده إمام عشور، أفشى طبيعي، أنت أنا بتجيب العيف في نفسي مركزي، أنا بتأثر نفسيا، بتأثر نفسيا، برايح شوية، لكن المفروض ده بحافز لي، يعني أفشى مفروض ده بحافز لي، عشان يرجع تاني المكان بطبيعي، أنت قلت في البداية أن أنت متوقعا كولر مش هيغير التشكيل، يعني هيلعب بالتشكيل اللي هو متعود عليه، رأيك ممكن التراجي التونسي يكون فاميلير أكتر بنوع اللعب ده؟ أولا بقول لحديك، هو التراجي التونسي، مفروض الأهلي هو اللي يفرد طريقة اللعب عليه، هو التراجي التونسي برضو عاوز يكسب، يعني هي القصة كلها نتيجة صفر صفر، كانت مش حلوة للفريقين، سواء للتراجي أو سواء للأهلي، أنا أعتقد، لو الأهل كانت عادل لخ мира واحدا، كانت شديدة أفضل، عاكس النساء ليتبة محسومة، سعود، صفر صفر، والنسبة واحد واحدا، لكن لا قدر الله حصل للعكس، ستبقى مشكلة، فأعتقد نتيجة صفر صفر دي حطت هنا، سواء الأهلي ملك لحظة، يعني إعنى عارفين إن الأهلي هو تمام. لكن البطولات دي ما بتخلص كده. البطولات دي لازم لها تخطيط من الاول. الماتش زي النهاردة تخطيط من اول ديه الاخر ديه. لازم مارسل كولر يقسم التسعين ديه. ههاجم في الجزء الاولاني. الجزء التاني هلعب على نص الملعب. لازم علعب طويل. لازم ألعب باص من تحت. يعني لازم يكون فيه تأسيم عن الماتش. وده اعتقد اللي كولر بيعمله طلع عمر. ده فعلا نفس اللي بيعمله كولر خلال الفترة اللي قضاه مع النادي الاهلي. عنده تغييره سابت تقريبا في ديه 60-65. ده سابت كل مباراة. ما بيفكرش انه يغير مثلا بحسب معطيات اللي بيحصل على الارض. مثلا يعني وارد ان يكون فيه ضغط عالي عليه خلال الفترة الاولى. فانا شايف فيه ضعف شوية في الناحية الدفاعية. فانا ابدل لعيب بلعيب. ويكون عشان حافظ على الشباك. لان طبعا عارفين الموضوع يكون صعب جدا لو التراجي احرز هدف خصوصا ك كمان في الدقاي الاولى. بص كولر زاكي جدا. فكرة الناس كلها كلها كلامت عليها فكرة التغيير في ديه 65 او ديه 60 ده انا بقولك هو بيقسم المطش. هو عارف هو عاوز المطش. انا لحد ديه 65 شاف العيبة كلها مستقى كويس. ما موفقتش وما جبتش جون بس انه النهاردة هطلع مين ونزل مين. وانا اللي عندي في الملعب ده كويس. عندي في الملعب ده قوي. عندي في الملعب ده بيروح على الجون. بس ففكرة التغيير همش مسبتها في ديه 60. هو بيقسم المطش. خمستاشر مثلا تلاتين. خمسة واربعين كده الشرط الاولاني خالص. الشرط التانية هعمل فيه كذا كذا كذا. فدي طريقته. فاعتقد النهاردة لقدر الله لو ما فيش حد موفق. هنشوف تغييرات قبل ديه 60 وقبل ديه 65. ايه نقطة القوة اللي عندنا النهاردة في المطش؟ يعني هل احنا النهاردة بنعتمد على ايه؟ على الدفاع خط الوسط؟ لا بنعتمد على الضغط العالي وعلى الهجوم من البداية. طبعا ده بيتطلب اننا خلي بالي من الدفاع. لكن طبعا هيعتمد على وسامة أبو عال بشكل كبير. زي ما قلت لحضرتك في الاول هو رجل بيضغط من قدام. رجل هيدرز كويس. رجل بيشوت. رجل سريع. في كل المقاومات اللي ينفع يبقى فيها مواجه من هذا الاهلي. خط النص طبعا لو الاهلي عارف يسيطر على المباراة من خط النص هتفري معاه كتير جدا. طبعا. لكن انا اعتقد ان خط النص النهاردة مشكلة تبقى صعبة لان من وجهة نظري الخبرة بتاعة مروان عطية ما تسمحلوش بدا. فاعتقد ان لو شوفنا ديانج كانت هتبقى تفرق اكتر يعني. لكن هو يلعب المتوقع ان هو يلعب بمروان عطية وكوك. طب بصراحة كده مين الارب للفوزة النهاردة? المباراة خمسين خمسين. اتمنى الاهلي ان شاء الله بازن الله. واحد وخمسين. في حد اكيد واحد وخمسين. لا لا خمسين خمسين. الاتنين مع بعضة خمسين خمسين. من وجهة نظري يعني. فنيا. لا لا ان شاء الله الاهلي هيكسبها. ان شاء الله طبعا. انا متفالة جدا يعني. بازن الله بازن الله. طيب دايما الجمهور بيكون عام المؤسر في اي مباراة. اه وطبعا الجماهير المصرية وجمهير النادي الاهلي النهاردة هتكون وراء الفريق منذ البداية لحد اخر دقيقا مهما كانت النتيجة في البداية. شايف تأثير الجمهور وكمان اراضية الملعب. يعني ان انتكلمت في البداية ان الاهلي متعود على اللابة في هذه اراضية الملعب. فاعتقد ان دي حاجة من الحاجات اللي هتساعد النادي الاهلي كمان في البداية. بص. وكل العوامل بتقول النادي الاهلي يكسب. سواء الساعة الجماهيرية اللي تسامح بيها، سواء السادة القهيرة ونظافة الملعب والأرضية اللي ما بنشوفهاش في أفريقيا كتير أعتقد أنه كل ده هيفرم على أهلي، لكن الجمهور ممكن يبقى نقطة ضعف وممكن يبقى نقطة قوة نقطة ضعف لو ضغط على اللعيبة، نقطة قوة لو شجع اللعيبة، ده بيفرق طبعاً يعني أنا النهاردة بحتي في اللعيب أو ممكن أضغط على اللعيب أنا اللي بقيدي النهاردة الجمهور، زي ما بقولك، كل الجهات المعنية عمل كل اللي عليها استاد القهيرة من أفضل ما يمكن في أفريقيا كلها طبعاً ويصنف من أفضل استادات في العالم، أنا سفرت وشفت النهاردة الساعة الجماهيرية كاملة، فالنهاردة خلاص كل العوامل الموجودة لكن الجمهور هو اللي هيعرف إمتى يبقى نقطة ضعف وإمتى يبقى نقطة قوة نقطة ضعف لو ضغط، لو لعيد ضيع كورة فأنا ضغطت عليه وزعقت وخرجت عن السياق لا أعتقد أن الجمهور بقى فاهم حاجة ذي كويس، وده اللي بيدور على بطوله أعتقد أنه هو بيدور على بطوله، بس أغازباً عنه، ممكن أن نهاردة أنا كواحد من الجمهير مش فاهم يعني إيه ضغط، مش فاهم إيه ضغط، مش فاهم إيه تشجيع أزعق، أغلط، مش عارف وأنا بشجع لكن نهاردة أنا مفروض التشجيع من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة بشكل محترف بما أنك تتكلم على الضغط، معلش بقى كولر هيستخدم مين في الهجوم؟ وسامة وعلي، ومين تاني؟ أو أعتقد بيرستاو، وأعتقد ريدا سليم أو حسين الشحات وكهرباء، وكهرباء أعتقد كهرباء هيبقى ليه دور في الشرط التاني، لكن مش هيبدأ وجوده سامة وعلي بصراحة مغطي على أي حد بيلعب في الهجوم، سواء مودست أو كهرباء أعتقد أن كولر عنده ميزة مهمة جداً، وهو أن الدكة بره جاهزة زي العيبة الموجودة في فردات المعلقة ممكن نشوف تشكيل مختلف هو صعب تشوف تشكيل مختلف في مطش الزادة، أنت ممكن في دور المجموعات، في دور التمانية، لكن في مطش الزادة، في مطش النهايي صعب جداً 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 جداً، تشوف تشكيل مختلفة، لو فيه اختلاف، هيلعب السهل، هيلعب السهل، اللي هو أتعود عليه أولاً لكن مش هيجازف، مطش النهاردة ما فيوش مجازفة، يعني زي ما أقولك، لازم النهاردة يكون فيه بالانس ما بين الهجوم وخط النص والدفاع تمام، لازم، طيب، هل كولر فهم النقطة دي كويس، ولعب على ناحية نفسية اللعيبة؟ أه طبعاً، كولر مدرب قوي جداً، مدرب ذاكي جداً، بيعرف أتعامل مع اللعيبة نفسين بطريقة كبيرة، كل اللعيبة اللي كانت راجعة من الأصابات، قالت أن جالسة كولر كانت حافز لها، يعني أنا النهاردة اللعيب غبت 3 أو 4 أو 5 شهور، برجع، أو الجلسة مع المدير الفني بتفري معي نفسين طبعاً، بيشجعني بيقولني لا أنا مستنيك، بيقول لا، فيه مدير فني خلاص، لما تتأهل بقى تعالى، أو لما تبقى جاهز بقى تفضل معي، دي بتفري معي بنفسين، وفيه مدير فني زي كولر بيفضل يحمس اللعيب اللي معاه لا، إن شاء الله، أنت معي، أنت مكمل، أنت، 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 أنا مستنيك، الجمهور مستنيك، دي بيفري مع العيد، فأعتقد اللي كولر ذاكي كفاية، هالكولر النهاردة هيعتمد بس على أنه يكسب، ولا بما أننا على أرضنا وسط جمهورنا في ملعبنا، هنلعب كمان على نحن نقدم لعبة حلوة وماتشة حلوة، هو الماتشات دي مش بتاع تلعب هلوة، الماتشات دي بتاع الجون، بتاع 2، بتاع 3، لكن ألعب النهاردة، أنا ممكن ألعب كرة حلوة بعد ما أجيب جونين 3، لكن أعتقد أنه أنا النهاردة عشان ألعب بشكل جمالي على حساب الفوز، لا أعتقد، أعتقد أن الدوافع كمان بتفرق عند اللعيب، يعني طبعا بالإضافة لأنها بطولة، فأنت كمان بتستعدي لمواجهة نادي الزمالك في السوبر الأفريقية، أعتقد ده من الدوافع المهمة طبعا بالنسبة النادي. أعتقد أن الأهل ما بيفكرش، الأهل طول عمره عنده شخصية البطل، بيفكر في النهاردة هعمل إيه؟ بيفكرش، لو خدت البطولة، يعني أنا مش منطق أن أنت تفكر في السوبر الأفريقي، وأنت عندك نهاية أفريقية، فأعتقد هو الحافز الأهلي أن أنا مشور. العيبة كمان عندها دوافع، يعني إمام عنده دافع، وسام عنده دافع، يعني في دوافع، النهاردة البطولة الاثناشر، ما فيش فريق في أفريقيا حق الرقم ده بكده، لو الأهل إن شاء الله حق الرقم ده، بفريق سنين كتير جدا عن اللي بعدي، يعني الواخد خمسة أو الواخد أربعة، زي الزمالك، زي التراجي، أعتقد أنه، دعيب على رقم قياسي جديد للأهل؟ هو طول عمر الأهل من البطولة الستة أو البطولة السامة حدش خلاص حصل وهو مكمل، فأعتقد أن ده دفع الواحده في حتة تانية، لكن كل اللعيبة على المستوى، كل اللعيبة مستعدة، وإن شاء الله بطولة أهلوه، طبعا، 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 زي ما بقولك هي كل السبل وكل الأمور بتقول إن الأهل يكسر الموضوع الأهل إزاي بجد يعني عايزة أعرف الموضوع ده إزاي الإدارة للأهل وعامة النادي الأهل بيخلق عند اللعيبة بتاعته دايماً طول الوقت، حافظ إن أنا عايزة أكون دايماً عندي بطولة جديدة، عايزة أعمل رقم قياسي جديد، أبقى سابق كتير، بيعمله ده إزاي؟ اللي منجح النادي الأهل إن هو مفيش عاطفة، يعني أنت هتكسبني، أنت معي، أنت مش مركز، أنت مش معي، مش أنت أنا هاخدك معي عشان أنا بحبك أو أنت جمهور بيحبك، مفيش الكنان ده في النادي الأهل، وده أعتقد الفريق النادي الأهل عن أي نادي تاني إن أهل مفيش عاطفة، الأهل بيلعب على اللعيب اللي هيكسبه، بيوفره كل المقاومات، لكن أعتقد أن اللعيب نفسه برضو بقى عنده دافع، أن الجمهور السوشال ميديا دلوقتي بقت مصرها بشكل جامع، اللعيب حابب أنه يظهر دايماً، حابب أنه يتشكر فيه دايماً، طبعاً، كل التوفيق النادي الأهل إن شاء الله يحسم الأمور من البداية من اللحظات الأولى اللقاء، هيفتح الملعب، ونشوف بقى نتيجة ومتعة كوروية، شكراً جزيلاً لك الأستاذ محمود عبد السميع الناقض الرياضي بإزعاد أون سبورت، شكراً لك.